اشتركوا في القناة ايجابية اللي بتبني في الكنيسة ودي حاجة مهمة جدا ان احنا يكون دورنا دايما ايجابي ودورنا دايما ان احنا بنبني للأسف في بعض الناس بتبقى مهمتها الوحيدة انها تهدم في الاخرين او دايما تقول عثارات او سلبيات والسلبيات كتيرة لكن يا بخت الانسان يركز بس على الحاجة الايجابية ودي الحاجة اللي بتبني الكنيسة وتدعم الوحدة بين الناس عشان كده معلمنا بولوس في رسالة روميا صحة 14 بيقول فلنعكف اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض يعني يريدك تكون بتدعو للسلام وللبنيان يريدك تسند غيرك يريدك تدعم وحدة الكنيسة يريدك تبقى واقف بتقرب بين الناس مش الانسان يقول كلام يفرق بين الناس او يشيع حاجات حتى من غير ما يكون متأكد من مصدرها فيبقى بيسبب ثغرات وبيسبب عثارات في الكنيسة فيبخت كل انسان فينا لو كان بتنطبق عليه الاية دي او يحقق اصد ربنا اللي هو بيقول وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغرة امامي عن الارض لكي لا اخربها فلم اجد طبعا ما يكون الانسان بيبني يبقى ربنا هيلاقي ناس كتير هيلاقي ناس حلوة في الكنيسة كل هدفها سلامة الكنيسة ووحدة الكنيسة وبنيان الكنيسة وده اللي بتعلمهن الكنيسة في صلوات الليتورجية في القداس الالهي ان احنا بيصلي من اجل سلامة قدس البابا سلامة الاكليروس سلامة كل الناس اللي بتخدم وسلامة العالم كله فيا بختك يا بختك لو كنت انت بتحقق اصد ربنا اللي بيفتش دائما وبيدور عن الناس اللي بتبني عن الناس اللي بتقف في الثغر عن الناس اللي بتحمي عن الناس اللي بتسطر عن الناس اللي بتكون سبب لبنيان الآخرين لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين